قراءة طبعاً راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطلق عليك خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الأمور الإيجابية يعني في عندك بالمستقبل نظرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية يعني بدك تنظر على الجمال الإشياء على الإشي الجميل بالشيء وتركز عليه أيضاً عم شوف من ناحية الكومينيكيشن أو من ناحية التواصل في عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بجوز هو نفس الشخص هذا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي بينكم الوضع مش كتير منيح حالياً عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل ولكن عندك night of pentacles هالفارس فارس الكوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر أيضاً أنت بالمستقبل رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف أنه أنت night of cups أنت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلاً بدتوا يحط مجهود بها العلاقة أيضاً الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما إنسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقبلية الأبراج اللي ممكن أنت عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن بعم تكون عم تتعامل معها أبراج ترابية مش عم يشوف كتير أبراج مائية ولكن إلا غالبية ترابية وأيضاً هوائية ممكن يكون مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون أي برج طبعاً هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل عم شوف إنه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته لأنه هو بده عم شوف بده أيضاً يصلح الأمور معك من الناحية العطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوف هو عم يراقب من بعيد علاقتك أو عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك شخص عم شوفه حالياً منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن أجوبة بالمجال الروحاني أو عم يحاول أنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي لأنه مبين أنه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في أوراق المائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك أو كتير بيكن مشاعر لإلك إلى أنه عنده eight of swords وهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش لسه في عنده مخاوة آآ داخلية أيضاً عم يحس أنه هو بصراع عم يحس أنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك أو في منافسة بينه وبينك تجاه اشي معين عم يحس أنه العلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس أنه دائماً لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف أنه عنده the impress card the impress card هاي امرأة تتمتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصياً عم شوف أنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وأيضاً فقط هو في عنده شوي تشوي شوي مخاوف بارانويا بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم أو كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضاً عنده النية انه فيكن تصليح للأمور والوضع بينكم ايضاً عندك temperance card temperance card ايضاً ترمز الى الشفاء يعني الكارتين هدول بيحملوا نفس المساج أو نفس الرسالة فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط أو نقطة عدل أو نقطة تحلوا فيها الامور بينكم بتنتعلق من الناحية العاطفية لانه في عندكم as of cups يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر ولكن عم شوف للبعض منكم برج الاسد اللي منفصلين او اللي مش عم يحكوا مع الحبيب as of cups يعني في عندك بدايات جديدة ايضاً the chariot delivers طيب ممكن انت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة هالكارت بتبع برج الجوزة ممكن عم تتعامل مع برج السرطان هالكارت بيتبع برج السرطان وممكن ايضاً عم تتعامل مع برج الثور انه هالكارت عم يتبع برج الثور ايضاً جميع الكروت التوضيحية بالدكهد جميعها major arcana او من الكروت الكبيرة يعني فيه تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص هلا نصوي break down لكل كرت the lovers card انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا يختلف الوضع من شخص الى اخر ايضاً يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الوضع الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضاً رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لهالكارت اخر كارت فيه عم شوف انه انت وهو عم تذكروا بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكارت كارت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء جدي يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها اه ارتباط او استزام جدي ايضاً البعض منكم اللي في علاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج اه الفكرة بها الكارت انه الامور يعني رح تطلع step اعلى او رح تطلع خطوة اعلى فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير منيحة ايضاً عم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه رح تستغلها انت وهالشخص ولكن في عندك فرصة ايس اوف كبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة وايضاً الطاقة بينكم رح تكون كتير سريع ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضاً ايضاً تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح اوكي احباي بي برج الاسد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكاين اشتركوا في القناة